دلوقتي بقى أن الأوان للتحدث فيما هو أكثر اتساعة احنا بنتكلم عن العالمين وبالمناسبة العالمين دي قيمة مهمة جدا مش لينا بس كمصر يعني اللي بيتعامل واللي تعمل في العالمين واللي لسه هيتعامل أكتر ده مش بس وجهة استثمارية وسياحية سياحية دي حاجة من ضمنها أو هي متضمنة كوجهة استثمارية بشكل عام العالمين الجديدة لا دي هتبقى أو أظنها بقت واحدة من بوابات القارة الإفريقية وهنا ده بقى الأكثر التساعة مصر إفريقيا إفريقيا مصر زي ما احنا عارفين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي موجود في نيروبي كينيا وعنده الكلمة بتاعته اللي قالها يمكن في نيروبيو كانت كلمة شديدة الأهمية جزء من الكلمة بتاعته كانت متعلقة بأولويات النباد على مدار السنتين اللي جايين وفي إطار الرؤية بتاعت إفريقيا عشرين تلاتة وستين ركز عشرين تلاتة وستين يعني بعد أربعين سنة من دلوقتي وهنا تجدر الإشارة لبعض التقارير الدولية اللي بتتكلم على كمان وضع الاقتصاد المصري في عشرين تلاتة وستين هتبقى فين المهم ارجع للتقارير أنا مش هقولك حاجة ارجع للتقارير أقعد يقولك وصف اللي قال وصف ما قالش ده تقارير دولية ايه المهم يا عم؟ ده معنى إن مصر بتخطط لعشرين تلاتة وستين وإنت متصور إن أنا مثلا هبقى عايش سنة عشرين تلاتة وستين أكيد لا إحنا بنتكلم على إنه القائمين على إدارة هذه البلاد على حكم هذه البلاد بدءا من فخامة الرئيس لحد أصغر حد أنا أصغر حد موظف الكل بيشتغل علشان عشرين تلاتة وستين اللي مش هنشوفها في حياتنا إلا بأمر ربنا يعني اللي عاوز يمد في عمرنا يعني عشرين تلاتة وستين دهيب عادي تمانية وتمانين سنة استحقالها يكون عادي تمانية وتمانين سنة إلا لو ربنا عايز يعني فهرجعك هنا على رؤية إفريقيا عشرين تلاتة وستين فالرئيس اتكلم على أولويات النباد السنتين اللي جايين في إطار رؤية إفريقيا عشرين تلاتة وستين اتكلم على إيه كمان قال مصر تؤمن بمحورية مصار التكامل الإقليمي ليه؟ لأنه ده اللي من شأنه يدفع بمعدلات التنمية في دولنا الإفريقية وتعزيز سبل الاستقرار فيها الرؤية شديدة الوضوح تنمية تساوي رخاء اقتصادي تساوي استقرار استعرض الرئيس السيسي زي ما كنت بقولك أبرز الأولويات المصرية لرأسة النباد على مدار السنتين اللي جايين بإذن ربنا سبحانه وتعالى ده كان خلال كلمته وزي ما بقولك فيه ضوء الرؤية بتاعة عشرين تلاتة وستين كل زي ما كنت بقولك كل ده في إطار هذه الاجتماعات اللي هي قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي خلال بقى منقشة البند الخاص بدور وكالة الاتحاد الإفريقي الإنمائية ليه نيباد في تعزيز التكامل الإقليمي والقاري تحت هذه الأجندة عشرين تلاتة وستين في نيروبي بصوا يا جماعة في يوم من الأيام اللي هو زي عشرين تلاتة وستين كده إن شاء الله الأحياء منكم عليهم أن يتذكروا هذه الكلمة لهذا الرجل العظيم رئيس جمهورية مصر العربية ده واحد اتنين تذكروا إنه هذا الرجل بالحكومة أو الحكومات المتعاقبة بكل واحد اشتغل في البلد دي بقلب وبضمير هو واحد من ضمن الأسباب اللي هتخليك تشوف انت فين في عشرين تلاتة وستين توقعات العالم مش توقعات مصر مش توقعات المراكز العربية مش توقعات المراكز الإفريقية توقعات العالم مصر في حتة تانية خالص مصر في حتة توقعات المراكز العربية اشتغل في حتة توقعات المراكز العربية